طب عملينا يا شباب ان شاء الله النهاردة هنقدر ان احنا نعمل او باستخدام دي الوجهة اللي انا عاوز اعملها في الاول يعني هنعمل اه حاجة هتبقى عبارة عن واب بار تحته البادي والبادي فيه زرورين تمام? فانا عايز اعمل مشروع جديد فهاجي هنا على فايل واعمل ومن يو هجيب وهاسميه باي اسم انا عاوزه هسميه مسلا سكانر ااب وهعمل تمام آآ هعمل هنا فينيش طب ده المشروع الاصلي انا هشيل بس الكومنتات ديت وهشيل ديت انا مش عاوزها مش هحتاجها في حاجة آآ تمام هشيل الكمنتات دي برضو انا مش هحتاجها في حاجة وهشيل برضو آآ انزل هنا هشيل ده كده. برضو مش هحتاجه وبشيل الكمنتات دي. تعال برضو اشيل بتاعة الاب بار تمام ده سيبها فاضية كده وهشيل برضو هنا اه تمام واشيل السطر ده برضو مش هحتاجه كده يزوط بس شكل المشروع معاك تمام اول حاجة بس ديمو دي انا هخليها مسلا 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 برضو اه خليها برضو اه الطايتل يعني بتاع او طايتل بتاع نفسه اسف تمام انت تيجي هنا على اه ماشي الطايتل بتاع تمام تعال على البادي فبقول لك في البادي فيه تشالد والتشالد فيه كورم ويهي اه الكورم ما ادي له خاصية ان هو بتاعه انا عايز برضو بتاعه برضو يبقى سنتر فهقول ان هنا بتاعه هيبقى آآ سنتر تمام طب هو واخد اتنين وهما فانا مش محتاجهم في حاجة همسحهم طب محتاج انا ايه دلوقتي محتاج ان انا احط اتنين وهما الزرارين اللي هما موجودين في نص الشاشة فهقول هنا آآ فيقول لك يعني انت هتحطي لي هنا الاقواص ديت والاقواص ديت ويبقى لك بتاعك آآ عايز امسح ده بس بتاعك يعني الحاجة اللي ممكن تكون مكتوبة فانا هقول له ان انا هكتب تيكست والتيكست ده هيكون الحاجة اللي مكتوبة على الزرار بتاعك مسلا كرييت آآ كيو ار خلي كود وتعالي هنا على ديت وهاتلي آآ جوة الاقواص ديت ويعمل لي بس آآ سطر عشان هتأكد هل الزرار ده يشغلوا ولا لا فكرييتنج مسلا كرييتنج كيو ار كود وحطوا لي هنا السيمي كولون تمام اه في اللي بقى ده كده وهاته كنترول دي علشان تعمل لي نسخة تانية منه آآ بس بدل ما هي كرييتنج هخليها مسلا آآ ريد مسلا ريد آآ ريد كيو ار كود وخليها برضو آآ بدل ما هي هنا ريد كيو ار كود تمام كنترول كده تمام هبدأ ان انا ارني المشروع الجهاز بتاعي هشوف آآ في مشاكل ولا لا وده الشكل بتاعنا في آآ بار مكتوب في وفيه اتنين لو عايز اتأكد هلوم باشغليني ولا فبدوس هنا على ده فبقول لك هنا كرييتنج كيو ار كود بدوس هنا على ده انزل كده تحت فبقول لك صفحة دي تقريبا كده احنا انتهينا منها هندخل بقى على الخطوة الجاية طيب هنحتاج الدي هنا انت هتأخذها كنترول سي هاسبها لك تحت الفيديو او هاسب لك لينكات بتاعتها تلاقي فيها لها هتأخذ السطرين كوبي وتحطهم هنا بس بعدك هتعني بوجد تيجي تيجي تاني على آآ تمام 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 ما فيش مشاكل طيب محتاج ان انا اعمل باكتج هنا الباكتج دي هتبقى بتاعت السكرين السكرين اللي انا هكرييت فيها كيو ار كود والسكرين اللي انا هريد فيها الكيو ار كود طيب هاجي هنا وكليك يمين نيو اه نيو باكتج فهقول سكرينز جوه لسكرينز عايز اعمل ملفين واحد للكيو ار اللي هو اللي سكان وواحد ليه ادي سكان كيو ار كيو ار دوت دارت ومحتاج ان انا اريد الكيو ار دوت دارت هاجي هنا فايل برضو ريد كيو ار دوت دوت طيب دلوقت هنفتح المجلد او الملف بتاعه اللي هو اسمه سكان كيو ار عايز لقريكم بس ميزة موجودة في اه لو انا عملت هنا اس تمام فيبدأ ان هو يكتب لي كاملة من غير ما انا ادخل فيها هفترض ان اسمها كرييت مسلا اه سكرين تمام فيبدأ ان هو يكمل معاك كده تمام حلو انا ممكن امسع سطر ده مش عاوزه هاتلي هاتلي كده كل مش عاوز هنا وحطوني هنا تاني كنترول فيه حلو طيب اللي بتاعها هياخد دي هتدي له اتنين هتدي له اب بار وهتدي له بادي فادي الاب بار الاب بار طبعا همره لها هنا اب بار وهحط هنا تايتل والتايتل ده هيبقى فيها تيكست تمام والتيكست ده هخلي مكتوب فيه مسلا كرييتينج اه كيوار كود حلو ده اللي انا عزم الاب بار اطلع برا الاب بار وابدأ ان انا هستخدم بادي والبادي ده انا هستخدم في اه كولم تمام والكولم ده هتدي له شوية خصائص كده طيب الكولم بتاعي محتاج شوية خصائص فهكتب هنا دي مين تاني دوت سبيس تمام اه محتاج مسلا اه لا مش اخليها هنا كروس كروس اكسس دوت سنتر حلو ابدأ بقى ان انا هتدي له ايه اه الكولم بتاعها هياخد مني فاول حاجة هتبقى بار كود واجت هذي بار كود واجت اهي بقول لك انا عاوز منك داتا وعاوز منك بار كود فهتعالى فوق كده واديني هنا اه معين انكل بوب قال لي ما تعملش كده اه بس ما علينا هنعمل اه ديتا مسلا وحط هنا السيمي كولون تمام الداتا بتاعتي هتبقى ايه هتبقى طيب البار كود بتاعي هيبقى بار كود دوت كيو ار كود دوت كيو ار كود عاوز بقى شوية خصائص زي مسلا الكلر عايز بتاع الكيو ار كود بتاعي يبقى بلو زي الشكل اللي احنا شفناه وعاوز كمان الويت والهايت بتاعي يكونوا ميتين وخمسين اه ما اعتقدش ان انا هحتاج حاجة تانية همسح ده اه هحتاج حاجة تانية غير البار كود عافلها كده بقتش محتاجة خلاص عاوز بقى كنتينر والكونتينر ده ادي له شوية خصائص هو كمان بتاعه عايزه يبقى طيب محتاج برضو ان انا هديو له فهكتب هنا اه هيبقى عبارة عن ايه يعني اه ميديا كويري اه ميديا كويري دوت اوف كونتكس تمام اطلع بره اعمل دوت سايز دوت اه ويت تمام في ايه في تمانية من عشرة تمام كده كويس انا عملت الخواص بتاعت الكونتينر تعالى بقى نديها لتشايلد اه كنتينر بتاعه انا زحوط في ايه عايزة احوط في تكست فيلد تكست آآ فيلد فاقول لك التكست فيلد بتاعك محتاج برضو ان انت تدريه شوية خصائص اول حاجة في لو انا مسلا غيرت فيه اللي المفروض دي يحصل فانا هحط الاقواس والبلوكات جوة الاقواس همرر هنا آآ الفاليو وبره في البلوكات انا هستخدم اسمها او مسود اسمها وهاجي هنا واقول ديت واطلع بره وانزل تحت البلوك اللي بعده على طول الكومة بتاعتي وابدأ اقول فالديكوريشن هقول ان هو آآ تمام آآ شوية تخواص برضو كده في بتاعي يعني انا محتاج مسلا الهنت هفترض انه هو آآ يعني لو جانا هنا كده نشوف ايه هو الهنت ده لو انا مسحت كده ففيه هنا كلام بين وقت ما انا بكتب اي حاجة بيختمي فنا هقول ان هو مسلا هيبقى آآ مسلا يور آآ ديتا هير طب محتاج ان انا اعدل في حاجة تانية اوه محتاج ان انا اعدل في البوردر فهقول حددها ايه حددها اوتلاين بوردر تمام من الاوتلاين بوردر هاد ديها بوردر سايد هفتح بس الاقواس واقول هنا آآ بوردر سايد تمام آآ بيت اللي بقى المراضي محتاج بس ان انا اغير في حاجة او في حاجتين بس اللون بتاعي هفترض ان هو هيبقى وعاوز كمان ان يبقى تنيه. بس كده انا مش هروح بعيد. اه الكنتينر بتاعي فين? تعال كده وهال في الكنتينر انا ده. برا الكنتينر بقى ان هكون محتاج حاجة او محتاج بوكس تمام? انت ما تنساش الكونات بتاعتك ده اه بيحتاج ايه? بيحتاج بس الويتس الويتس ده ما احنا اتفقنا بمرة فاتت هيبقى ميديا آآ لا ميديا 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 كويري دوت اه اوف ماشي اطلع برا دوت سايز دوت ايه دوت ويتس وبس كده عشان اللي ماشي ما علينا كنترول التو ال دعلك هنشوف في حاجة احنا هنكون عاوزين هنا تاني مفيش طيب تماما انا خلص شغل في الصفحة هنا اروح تاني على المين محتاج بقى انها لما دوس على الزرار كل اللي انا كتبته ده يتنفذ تمام? فانا هاجي هنا على الاولاني اللي هو في كريتينج كيو ار كود وابدأ ان انا اكتب السطر ده اللي هو بتاع النافيجيتور فانا باجي هنا وبكتب نافيجيتور نافيجيتور دوت اوف فهو بيجيب لك كنتكس اطلع برا ويعمل تمام? اه الروت دي مسحة وخليها ماتيريال بيتج روت ماتيريال بيتج روت تمام? بقول لك هنا اه بقول لك ماشي امسح دي بس ويعمل هنا اكواس بتاعتك وحط لي اللي هي تمام? ويطلع براها ويعمل اه الشرطة ارو بتاعنا وخليها كريت سكرين ويحط لي السيم الكولون برا تمام نعمل كنترول لس طبعا انا هحتاج في العملية عشان اتأكد بس جهازين فانا هستخدم الجهاز بتاعي وهستخدم المتصفح اه طبعا ده الشكل اللي ظهر قدامي محتاج مسلا ان انا ادخل بيانات معينة فهكتب هنا احمد شريف مسلا اي حاجة واجه اقراب الجهاز تاني طبعا انا هقراب برنامج تاني ليه مش اقراب برنامج بتاعي لانا لسه عملتش الزرار اللي هو هيسكن فهسكن ببرنامج تاني هتأكد بس هل الوجت ده تمام شغاله ولا فهسكن كده تمام طبعا دي هنا احمد شريف وده اللي انا كتبته طب دلوقتي محتاج ان انا كريت السكرين التانية السكرين التانية هيكون فيها او التيكس عمتا اللي هو هيكون مكتوب فيها مسلا اسكن مي ولما اجي ان انا اصور حاجة يظهر على التكست محتاج برضو زرار علشان اول ما دوس عليه يفتح الكام وآآ تقريبا بس ده اللي هحتاجه فانا هاجي هنا على الملف ده هاخده كله كده وتعال هنا اخده هحطه كده كنترول في تمام محتاج بس ان انا غير شوية حاجات يعني بدل ما دي كريت ستيت انا ممكن نخليها سكان سكان سكرين وكنترول سي كده تعال هحطها هنا كده كنترول في بدل ما دي كريت سكريت ستيت انا اخليها سكان سكرين ستيت وابدا ان انا اخدها كده كوبي واحطها هنا بيست واحطها هنا كمان بيست تمام ما فيش مشاكل بدل ما دي اداتا طيب ممكن نخليها مسلا ايه اه او اي حاجة عمتا مش هتفرق يعني اه تعال هنا بدل ما هي انا ممكن نخليها طيب تمام كده الابار خلص الكرام ده انا ممكن اخده كده كنترول سي كات واستخدم سنتر تمام احط الاقواس بتاعت السنتر واحط الكولوم بس محتاج ان انا احطها في الشايلد واحط هنا كنترول في وشيلدية مش محتاج انا البار كود ولا الكلام ده همسح انا كل ده كده ابدأ بقى الالعب من اول لتشيلدرين انا محتاج كم وجيت محتاج تلاتة وجيت الاولين هو التكست التاني هو والتالت هيبقى السايز بوكس فابدأ ان انا استخدم التكست او الاتشيلدرين الاولين اللي هو هيبقى تكست والتكست ده هو اللي هيبقى كيو ار اس تي ار تمام محتاج بس ان انا ادي له معين الستايل ده هياخد مني تكستايل محتاج ان انا ادي له ايه محتاج ان انا ادي له كالر هافترض ان الكلار ده هيبقى اه ومحتاج ان انا اديله بس اه هفترض ان هو هيبقى تلاتين. تمام? احنا كده نطلع بره التكست. محتاجين ايه تاني? محتاجين اه بطن. تمام. امسح ده علشان بس هيتكمل لوحدها. كنترول مسترة. بقول لك تمام بتاعك. همسح هنا التشالد ده. وهخلي التشالد ده عبارة عن تكست صغير كده. والتكست ده مكتوب في اه اي حاجة. مسلا. طيب احنا كده خلصنا والتالت هيبقى معايا طيب انا عشان هوفر على نفس سطور فانا هعمل اتنين فريب الفوق عبارة عن دابل واحد للهيت وواحد للويتس. فانا هقول هنا ان الهيت والهيت احطي بس اهي هنا كده. تمام? طيب ازاي قدر ان انا اجيب قيمة الهيت و الويتس. لو تفتكر احنا عملناها اصلا. اه الهيت STD تعالى هنا. في ما تلاقي نفسك محتاج تتديله الهيت. في المعرفäv وفوق. وتلاقي نفسك برضو محتاج انك تديل فانت برضو معرفوا فوق وريحت نفسك. طيب انت كده خلص الليل بس لسه مخلصتش الهي here. علشان لما جيه هدوس على زرار ده يبدأ ان هو يفتح لي فهتنزل معي هنا وتكتب لي تختار كده وتعمل لي اه هنا وتعمل لي اسم بتاعتك هافترض انها وهي تفتح لي الاكواس وتقول لي تفتح لي البلوكات بتاعتك تعال هنا ويعمل لي فتح لي بلوكات وبعدك اقول لي فتح لي اكواس كاتش حط بوها وبعدك افتح لي البلوكات بتاعتها واقول لي ان بتاعك از اكوا مسلا كتب صح تمام وحط السيمي كولون بتاعتك تعال بقى هنا على آآ بار كود سكانر دوت آآ بس اس سمول سكان بار كود هتلاقيه محتاج منك هنا آآ اللون او اللاين كالر هافترض ان هو هيبقى هاش مسلا انا هنقلو اتنين ايه تسعة تسعة آآ سي اف فبقول لك هنا انا عايز فيعني بقى فيه زرار في الجنب كده لما انت آآ عاوز تغفل حاجة مسلا فانا هكتب هنا عاستغفل كام يعني بقول لك از شو لو هو شاف حاجة فانت هتعملها هنا خلاص بقول لك فانت هتقول له هنا ان الاسكان مود آآ سكان مود دوت كيو ار طيب اطلع برا وبعد كده اعمل زن فلا ايه بقول لك هنا بنقل له شيل 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 ده كده بعد كده اعمل البلوكات وما تنساش برضو السيميكولن اللي برا ديت وعمل لي هنا فتلاقي نفسك هنا محتاج ان انت تقول له ان قيمة الفاليو اللي احنا لسا بنها هيا طب دلوقتي في مشكلة هنا لا بقى خلاص معنا عامل تمام تعال هنا على خد السطر بتاعنا بجيتور ده كده كوبي تعال هنا ويحط بس بدلا ما هي هنخليها سكان سكرين سكرين وبس كده اعمل المشروع بتاعك طب تعديل بسيط في الكود ادي هنا لهايتو خلاص ما تديش حاجة تانية دلوقتي انا معي جاهزين الجهاز الاولاني انا كاتب في كيو ار كود والجهاز التاني هبدأ ان انا اقرى من له فبعمل هنا تمام فبقول لك هنا هفتح هنا سكانر فيبدأ ان هو يسكان يعني بسرعة رهيبة كيو ار كود اب طب ده متشفر بسبب البرنامج افرض ان انا مسلا تشفرت حاجة من برنامج بره فمش عارف يقروها طب افتح جوجل اكتب كيو ار كود وهات اي كيو ار كود تمام واعمل هنا اه اسكان وابدأ ان انت تسكان فيبدأ ان هو يسكان معاك هات لي كيو ار كود تاني اه وابدأ ان انت تعمل هنا سكان فيبدأ ان هو يسكان معاك تاني هات اه اي كيو ار كود تاني سكان سكان معاك فدي كانت حالة النهاردة كيو ار كود سكانر وبار سكانر على فكرة ممكن برضو انك تسكان للبار كود فاشوفكم في برنامج تالي